أجدد على حضرتكم التحية أعزائي المشاهدين مرة أخرى وبرحب بدايفة الكريم أستاذ حسام عيد محلل أسواق المال برحب بحضرتك على قناة أزهري ببرنامج أرقام أسواق أهلا بحضرتك أستاذ حسام خلينا بداية أبدأ معك من البورصة المصرية ربما رأينا أنها بتواصل أدائها الجيد على مدار الإزوع الثاني أو الخمسة جراسات الماضية بسيما أن المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة خلينا عرف من حضرتك تقييمك لأداء المؤشر الثلاثيني EGX30 طبعا زي ما تعباني خلال تعاملات الإسبوع الماضي شفنا فيه ارتفاع للمؤشر الرئيسي من عند مستوى 16700 تحديدا ونجح فيه استعادة مستوى 17000 والاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 17400 نقطة وأغلق تعاملات الإسبوع عند مستوى 17533 بسعود ما يقرب من 800 نقطة خلال تعاملات الإسبوع الماضي وهذا السعود كان مدفوع بعدد من الأسباب المهمة جدا من أهمها اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية باتجاه نحو الشراء وزيادة مركزها المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وده اللي أدى إلى ارتداد الأسهم القيادية من أعلى مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر الرئيسي ودفع أيضا المؤشر الرئيسي لإستعادة مستوى المقاومة 17000 نقطة وال17400 خلال تعاملات الإسبوع والاستقرار على مستويات المقاومة بعد الإغلاق واختراكها خلال تعاملات الإسبوع الماضي وده إن شاء الله ده انعكاس لفترة تصحيح أو موجة تصحيح حدثت بالأسهم القيادية كانت تعقب عملية صعود كبيرة جدا حدثت أيضا للأسهم القيادية وانعكست على أداء الأسهم وفقد المؤشر الرئيسي مستوى 18000 نقطة بعد أن اخترقوا وسجل مستوى 18153 تحديدا ولكن سرعان ما حدث ارتداد أو اتجاه للمؤسسات المالية مرة أخرى نحو الشراء وزيادة المركز المالية خاصة بعد الإعلان عن نتائج أعمال أغلب الشركات عن الربع الأول والتي نجحت فيه تحقيق معدلات نمو في نتائج أعمالها مرتفعة جدا تخطط الخمسين في المئة والمئة في المئة أيضا خلال إعلان مركزها المالية بالربع الأول من العام الجاري وده اللي أدى إلى اتجاه المؤسسات المالية إلى زيادة مركزها المالية وضخ السيولة عند مستوىات الدعم الرئيسية وعند مستوىات الدعم الرئيسية للشركات أو الأسهم القيادية التي تم الإعلان عن نتائج أعمالها وأيضا عند مستوىات الدعم الرئيسية للمؤشر وده اللي انعكس إجاباً خلال تعاملات الأسبوع الماضي على أداة المؤشر الرئيسي لـ EGX30 ودفعه نحو الصعود وتحييل مستوىات أو استعادة مستوىات مقاومة هامة جداً وإن شاء الله نشوف فيه استقرار للمؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع القادم عند مستوى استقرار أعلى مستوى الدعم رئيسي 17400 وإن شاء الله نشوف فيه اختبار لمستوى المقاومة الرئيسي الثاني اللي هو 17700 وإن شاء الله باختراكه والاستقرار أعلى نستهدف مستوى 18000 ثم قمة تاريخية للمؤشر التلاتيني وهي عند مستوى 18400 وهي قمة 2018 قمة تاريخية للمؤشر وإن شاء الله نشوف تسجيل لمستوى قياس جديد مثل ما حدث للمؤشر السبعين أما عن مؤشر السبعين طبعاً لسه أحد لك مؤشر السبعين هل حضرتك بتتوقع رحلة صعود؟ هو طبعاً يعني عانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة من حالة من الرقود لمدة طويلة جداً منذ أكثر من عام ونصف يعني شاهدنا فترة رقود كبيرة جداً للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه الأفراد نحو الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي في ظل ما تشهدوا من أداء إيجابي وسعود وتحليم السبعات السعرية مرتفعة ولكن جاء الأمر أن حدثت الارتدادة القوية جداً لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي يعني عانت أو شهدت فترة رقود طويلة جداً تخطط أكثر من عام تقريباً ودفعت أغلب الأفراد إلى البحث عن فرص استثمارية في ظل ما شهدته من الخفاض كبير جداً في مستعاد أسعارها كانت مستعاد أسعارها كانت جاذبة جداً للشراء ولجازب رؤوس أموال أو السيولة النقدية التي خرجت بعد عمليات جني أرباح حدثت في الأسهم القيادية تجهت أغلب رؤوس الأموال أو المحافظة الاستثمارية إلى الدخول في الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وخاصة في الشركات الصغيرة التي حققت نتاج عمل جيدة جداً بالعمل المالي الماضي وده اللي انعكس إجاباً على أداء المؤشر ودفعه لتحقيق مستوى قياسي جديد وتحقيق مستوى إغلاق تاريخي جديد عند مستوى 1289 نقطة تحديداً وهذا مستوى لم يحدث من قبل للمؤشر السبعيني وده كان ناتج أيضاً عن اتجاه المستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب أيضاً نحو الشراء وزيادة المراكز المالية عند مستوىات الدعم الرؤوسية للمؤشر وخاصة لمستوى 3000 نقطة لأن شهد المؤشر السبعين استقرار أعلى مستوى 3000 نقطة لفترة كبيرة جداً وده كان داعم قوي جداً أو دافع قوي جداً لارتداد المؤشر من أعلى هذا المستوى تحقيق مستوى قياسي جديد على مر تاريخه وإن شاء الله نشوف فيه استكمال لأن لسه ما زالت هناك فرص قوية جداً بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة لسه لم تحدث طفرة كبيرة مثل ما حدثت في الأسهم التداب المؤشر الرئيسي وأعتقد أننا سنرى مزيداً من أصعود بالمؤشر السبعيني خلال الفترة المقبلة وهيكون مدفوع باستمرار الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وهيكون مدفوع أيضاً باستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد بدخول وزيرة مركزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وده اللي إن شاء الله سنعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة على المؤشر السبعيني إن شاء الله إن شاء الله أستاذ حسام يعني ربما نعلم أن بتتجه التوصيات مؤخراً لأسهم القروش كوعاء استثماري آمن ومميز نسبياً مكرنة طبعاً بالأسهم الكبيرة والقيادية هل تتطفق أستاذ حسام مع هذا الرأي؟ يعني زي ما ذكرت فيما قبل أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة أيضاً عانت فترة كبيرة جداً من الركود ولم تستجيب مع تحرقات قيمة الجنيه أو تغيرات أسعار الصرف بالنسبة للجنيه مصر مقابل العملات الأجنبية ولكن يعني على العكس أن الأسهم القادية بدأت أنها تتحرك وتتجاوب ويحدث لها تسعير عدد تسعير أو تسعير تلقائي بالاتجاه نحو سياسة نائدية أو سعر صرف مارين أكثر مرونة والخفاض لقيمة الجنيه يعني بأكثر من 50% وده نعكس على أسعار الأسهم القادية أغلب الأسعار للأسهم القادية ولكن لم ينعكس على الأسهم الصغيرة وخاصة أسهم القروش وأعتقد أن بعد عمليات جني الأرباح التي حدثت بالأسهم القادية وفي ظل بحث رؤوس الأموال عن فرص استثمارية كبيرة جدا فاتجهت الأنظار نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي لم تشهد أي صعود بعد والتي كانت تتداول بأسعار قاسية ومعدلات أسعار مرتفعة جدا منذ أكثر من عامين وخاصة بعد جائح الكورونا يعني بعد أن شاهدنا ارتفاع كبير جدا في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستوىات سعرية قياسية وتاريخية لم تحدث من قبل أعتقد أن هناك فرصة قوية جدا بالأسهم الصغيرة والمتوسطة ونشوف ما زالت الفرصة قائمة وما زالت الأسعار لم تشهد أي صعود بعد أعتقد أن لسه نشوف فيه مزيدا من الصعود والأداء الإيجابي بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة وده اللي هنعكس إجابا على أداء المؤشر السبعيني أما عن الأسهم القروش أعتقد أن فيه بعض الإجراءات سوف تتخذزها خلال فترة مجبلة منها إلغاء تعريفة الماليم بالتداول وده يكون دفع قوي جدا لسعود الاستمرار السعود والاستمرار الأداء الإيجابي أنا كنت سأسأل حضرتك بتؤيد التعامل بالماليم أم أنت مع إلغاءه؟ لا أنا طبعا شايف أنه ألغي أصلا من الاقتصاد المصري أو من الجينية التعامل بالأفراد أو بالتعاملات المادية خلال الفترة منذ أكثر من خمسين عام وأعتقد أن الأواني أنه نعمل في ظل اتجاه القائمين على سوق المال المصري في إعادة التطوير والبحث عن منتجات جديدة ومنتجات مالية جديدة أعتقد أن من ضمن التطوير اللي إحنا محتاجين أو البورسة محتاجة لغاء طبعا تعرفة الماليم بالأسهم وده يكون دفع قوي جدا للسعود لهذه الأسهم الصغيرة المتوسطة ويكون دعم قوي جدا في استمرار المؤشر السبعيني في تحقيق مستوى تاريخية جديدة إن شاء الله في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه أستاذ حسين نصحتك للمستثمرين إيه على المدى القصير والمتوسط؟ وأين بتوجد الفرص بوجهة نظرك؟ يعني إحنا بالنسبة لنا في ظل الأزمة العالمية الراهنة التي شهدها الاقتصاد العالمي بصفة عامة وقلقت بالضبع على الاقتصادات العالمية بصفة عامة وخاصة الاقتصادات الناشئة مثل مصر وكان لها تأثير سلبي كبير جدا أعتقد أننا لازم نتجه نحو سياسة نائدية أكثر مرونة لاتجاه للاستثمار في رأس المال بذاته وليس الاستثمار في أدوات الدخل السابت أعتقد أن الشركات التي نجحت في توسعة أنشطتها وزيادة مبعاتها وزيادة معدلات نموها أعتقد أن هذه نجحت في تحقيق معدلات نمو لها ومعدلات أرباح مرتفعة وحصل رواض بالنسبة للاقتصاد المصري وما زالت هناك فرصة قوية جدا في ظل ما تشهدوا الشركات من تحقيق معدلات أرباح مرتفعة ومعدلات نمو مرتفعة بالقوام المالية أعتقد أن ما زالت هناك فرصة قوية جدا لرؤوس الأموال الاستثمار في الأسهم المصرية التي تعاني من فجوة كبيرة جدا ما بين قيم العدلة للأسهم وما بين قيم السوقية وده اللي احنا كنا بنقوله منذ فترة طويلة جدا مازالت القيم العدلة للأسهم المصرية الأغلب الأسهم بالبورصة المصرية أكبر بكثير من القيم السوقية التي يتم التداول بها خلال الفترة الأخيرة ومازالت هناك فرصة قوية جدا لرؤوس الأموال بالاستثمار في الأسهم المصرية بالبورصة المصرية لتحقيق معدلات أرباح وعائد استثمار مرتفع جدا على الأموال المستثمارة بالأسهم المصرية وان شاء الله نشوف خلال فترة مجبلة مزيدا من الاستثمارات التي تضخ بالاستثمار الغير مباشر والمباشر أيضا وده هنعكس إجابا على الناتج قامل إجمالي وعن طريق توسعة عنشرة الشركات وزيادة الناتج قامل إجمالي ونشوف فيه استقرار مزيدا من الاستقرار في الموازنة العامة للدولة ومزيدا من تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال فترة مجبلة ومزيدا من الخفاض معدل الدين الخارجي للناتج الإجمالي قامي وان شاء الله هذا هيكون دور سوء المال المصري دور الهام جدا الذي يلعبه في الاقتصاد المصري خلال فترة مجبلة إن شاء الله أستاذ حسام كانت تابعنا تصريحات رئيس البورصة المصرية بقرب قيد الشركة بتعمل في مجال البترول بالبورصة المصرية ما تقييمك لهذا الترح المرتقب؟ يعني برنامج الترحات الحكومية هو قبلة الحياة للبورصة المصرية وللاقتصاد المصري بصفة عامة أنا شايف أن احنا اتأخرنا جدا في تنفيذ برنامج الترحات الحكومية وهو بمثابته أنه جاء للاقتصاد المصري وللبورصة المصرية أيضا على غرار طبعا التجربة هي التي أثبتت أن احنا محتاجين طرح قوي جديد يكون بمثابة بصل لرؤوس الأموال سواء الأجنبية أو المحلية سواء مؤسسات أو أفراد لجذب مزيدا من رؤوس الأموال في سوء المال المصري مثل ما حدث في سوء أبوظبي المالي مثل ما حدث في السوء السعودي وشوفنا شركة أكبر عملاق البترول أرامكو السعودية عملاق النفط السعودي أعتقد ده كان أكبر حصيلة اكتتابات حصلت على تاريخ البورصات العالمية كلها ما يقرب من 23 مليار دولار أو 24 مليار دولار على ما تذكر حصيلة الاكتتاب وأعتقد أننا شفنا فيه أقبال كبير جدا من رؤوس الأموال أعتقد أنه حان الوقت أننا نشوف فيه بداية فعلية لتنفيذ برنامج الطرحات الحكومية الذي يشمل 32 شركة من الشركات القوية جدا ورائدة في مجالاتها وأيضا تمثل 18 قطاعا من الاقتصاد المصري وده ليساعد الحكومة المصرية أن تحصل على ما يقرب أو المستهدف من تنفيذ برنامج الطرحات جمع ما يقرب من 2 مليار دولار في ظل ندرة موارد العملة الصعبة أعتقد أنه يكون دفع قوي جدا لتوفير العملة الصعبة أيضا وجازم استثمارات أجنبية بشكل كبير جدا عن طريق دخول مستثمرين استراتيجيين بهيك الملكية هذه الشركات وهيساعد هذه الشركات في توسيع أنشطاتها وهينعكس إجابة على قوائم المالية وأداءها المالي وهنشوف فيه طفرة في قوائم المالية ومعادلات نمنوع هذه الشركات مثل ما حدث بالعام الماضي بالنسبة لصندوق أبو ظبي الأول وبالنسبة للصندوق السياد السعودي بشراءهم حصص ببعض الشركات الكبرى بالبورسة المصرية أو بالاقتصاد المصري بمختلف القطاعات الاقتصادية حققت هذه الشركات طفرة قوية جدا في قوائمها المالية وفي نتاج عملها السنوية وحققت فعلا معدلات نمو مرتفعة وده عن طريق استخدام السيولة التي تمت من بيع حصص لمستثمر استراتيجي في توسيع أنشطة هذه الشركات وزيادة معدلات النمو وزيادة مبيعات هذه الشركات وإن شاء الله ده المستهدف من برنامج الطرحات الحكومية ويكون ليه دور إيجابي جدا وإنعكاس جاي جدا على مؤشرات الاقتصاد المصري للخروج والعبور وانقفاض حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ربما نعلم أستاذ حسام أن رئيس البورسة صرح أيضا احتمالية إلغاء المؤشر الخمسيني هل تؤيد هذه القطوة؟ ولماذا؟ يعني كان في التصريح أخير أعلن أنه سوف يتم إلغاء مؤشر خمسين واستبداله بمؤشر الاستثمار على حسب الشريعة الإسلامية وأعتقد ده من ضمن خطة تطوير استراتيجية سوء المال المصري التي اعتمدها سيد مصطفى مابولي منذ أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يعني اعتمد استراتيجية تطوير سوء المال المصري خلال الفترة المجبلة وخاصة من عام 23 العام الحالي حتى عام 26 وكان من أهم الاستراتيجيات النقاط أو المحاول الرئيسية في هذه الاستراتيجية تطوير منتجات سوء المال المصري وزيادة مساهمته في نمو الإبساد المصري وأعتقد شفنا عدد من الإجراءات التي تمت من قبل أو تصريحات من قبل سيد رئيس مجلس إدارة البورصة رامي الدكاني أنه بدأ يعمل بعض مثل تأسيش شركة للتداول المشتقات المالية والعقود الأجلة فهذه من ضمن خط التطوير وهيكلة سوء المال المصري لزيادة قدرته ومساهمته في الاقتصاد المصري وهذا ما نرجوه من القائمين على إدارة سوء المال المصري وإن شاء الله نشوف مزيدا من تطوير أليات السوء ومزيدا من المنتجات المالية التي تخدم أوجه الاستثمار بالصفة عامة وده هيكون لها تأثير إيجابي على معدلات نمو الإقصاد المصري إن شاء الله استأذنك أستاذ حسين في فاصل قصير ثم نعود لتحقيق أسواق المال الإماراتية والعالمية مشاهدينا الكرام وانتظرونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة رجالنا حضركم بعد الفاصل مرة أخرى وأجدد التحية على أستاذ حسين برحب بحضركم مرة أخرى أهلا بحضرتكم هلي أبدأ معك بعد الفاصل من سوق المال الإماراتية ومن سوق أبوظابي المالي ما تحليل حضرتك للسوق على مدار الأسبوع المنقضي؟ يعني شفت سوق أبوظابي يعني شهد كسر مستوى دعم رئيسي هام جدا هو مستوى 9600 ولكن نجح في نهاية تعملات الأسبوع في استعادة هذا المستوى 9600 وده كان مدفوع بارتداد المؤشر من أعلى مستوى الدعم الروسية ومستوى 9400 تحديدا وده كان مدفوع باتجاه المؤسسات المالية بنحو الشراء والدخول وفتح وزيادة مركزها المالية وخاصة بعد إدراج الشركة جديدة وتم طرح الشركة جديدة وهي أدنج للإمداد والخدمات الطاقة وخدمات الليجستية الخاصة باقطاع الطاقة واستطاع فعلا هذا الإدراج بتحقيق طفرة كبيرة جدا وجذب مزيدا من رؤوس الأموال بالأقبال التاريخ الذي تم على الطرح وجمع ما يقرب من 3 مليار درهم بعدد طلبات 163 مرة بنسبة 163 مرة وجمع ما يقرب أو كانت قيمة الطلبات على الاكتتاب ما يقرب من 480 مليار درهم وده كان بيقول أو مؤشر لأن هناك رغبة من رؤوس الأموال بالاستثمار في هذا النوع من الشركات وهو يعتبر الطرح السادس لشركة أدنج بسوق أبو الزبي وده اللي بيؤكد نجاح شركة أدنج والقائمين أيضا على سوق ميل أبو الزبي في عادة هيكلة السوق واعتقد أنه كانت فعلا البداية كانت منذ أكثر من قام عندما صعد المؤشر أبو الزبي لمستوى تخطط العشرة 1500 نقطة أيضا ولكن مر بظروف أو عمليات جانية أرباح وعمليات تصحيح بالنسبة للمؤشر أبو الزبي ولكن استطاع أنه ينجح ويستقر أعلى مستوى 9400 ونشوف أيضا أنه بيمر الآن بمرحلة تجميع وإن شاء الله ده هيكون ليه انعكاس إيجابي خلال الفترة المجبلة ويستعيد مستوى 10,000 نقطة و10,400 خلال الفترة المجبلة وده هيكون مدعوم باستمرار اتجاه المؤسسات بالإقبال على الاكتتابات أو طرحات القوية جدا للكائنات القوية جدا التي تنجح في تحقيق معدلات نمو المرتفعة وهيكون ليها عائد كبير جدا على الاستثمار لرؤوس الأموال سواء للأفراد أو المؤسسات بسوق أبوظابي وده اللي احنا شفناه بطرح شركة أدنج للإمداد والخدمات الرجلستية خلال جلسة أمس هل نتوقع أستاذ حسام ارتداد سوق أبوظابي بقوة الفترة المقبلة أم سيغاصل الأداء العرضي المائل للهبوط يعني أنا شايف أن خلال الفترة المقبلة هو بيمر بمرحلة تجميع ولكن هو مستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسية خاصة المستوى 9400 وهيكون فيه استقرار أعلى هذا المستوى وده اللي هيكون دافع ليه خلال الفترة المجبلة باستعادة مستوى 9800 ثم مستوى العشرة تلاف نقطة وهيكون مدفوع أيضا بالطرحات الحكومية أو الطرحات الجديدة بسوق أبوظابي وهيكون ده دافع ودعم قوي جدا لاستقرار مؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسية وخاصة أننا بعد رحلة صعود قوية جدا لسوق أبوظابي أعتقد أنه من الطبيعي أنه يمر بمرحلة تصحيح واستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسية وهنشوف فيه ارتدادة مرة أخرى من أعلى هذه المستوى ونشوف فيه استعادة لمستوى العشرة تلاف وعشرة تلاف وربعمية وده هيكون مدعوم باستمرار اتجاه المؤسسات المالية بالدخول فيه الترحات الجديدة والدخول فيه الشركات الكبرى بمؤشر أبوظابي ونشوف فيه أيضا استمرار لاتجاه الأفراد أيضا لهناك رغبة قوية جدا من رؤوس الأموال للأفراد أيضا بالدخول فيه أو زيادة مركزة المالية لهناك ده مترتب على وجود ثقة كبيرة جدا فيه سوق أو القائمين على سوق أبوظابي المالي وعلى الشركات المقايدة بسوق أبوظابي المالي التي تنجح فيه تحقيق معدلات نمو وتحقيق أرباح تعود على الأموال المستثمرة بأزيز الشركات بأكثر من العائد الخلم المخاطرة الذي شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة مدفوع طبعا بالإجراءات الاقتصادية التشددية والإنكماشية التي اتبعها أغلب البنوك المركزية الدولية برفع معدلات الفايدة لكبح معدلات التضخم أو ارتفاع معدلات التضخم أعتقد أن أرباح الشركات تخطط العائد الخلم المخاطر خلال الفترة الأخيرة وده اللي أدى إلى دخول رؤوس الأموال تدريجيا نحو الاستثمار بهذه الشركات والخروج وعدم الاتجاه يعني نحو أدوات الدخل السابت والأوعية الإدخارية خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على ميانين تقل معك أستاذ حساملي نقطة مهمة جدا وهي لطرح أدنك للإمدادات حيث ارتفع أكثر من 55% في أول جلسة التداول إلا أنه تراجع قليلا اليوم كيف تبعت هذا الطرح وتوقعاتك لأداء السهم الفترة المقبلة؟ يعني أنا بوجه التحية لقائمين على سوق أبوظبي المالي أنهم يعني حققوا نجاح كبير جدا بإعادة هيكلة هذا السوق عن طريق طرح الكائنات الكبرى والشركات القوية ماليا بسوق أبوظبي وده كان دافع قوي جدا لجذب رؤوس الأموال سواء مؤسسات أو أفراد سواء أجنبية أو محلية أعتقد أنهم نجحوا فعلا ونتمنى أنهم يكملوا يكملوا مسيرة هذا النجاح خلال فترة مقبلة طبعا اكتتاب أدنك هو للإمداد والخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة هي شركة السادسة لشركة أدنك هو الطرح السادس لشركة أدنك والذي شهد أقبالا كبيرا وتخطى المتوقع يعني شهد أقبال بتقطيع هذا الاكتتاب بنسبة 163% ونجح أنه هو يحصد المستهدف منه وهو 2 مليار 800 مليون درهم وشهد في أول جلساته بارتفاع كبير جدا ما يقرب من 53% من مستوى سعر الطرح اللي هو 2 درهم وسجل مستوى 3.8 درهم بأولى جلساته بنسبة سعود ما يقرب من 53% أعتقد أن ده كان بيؤكد رغبة المستثمرين أو رؤوس الأموال بصفة عامة سواء مؤسسات أو أفراد بالدخول في هذا القطاع تحديدا قطاع الأعمال اللوجستية للطاقة لقطاع الطاقة وده كان مدفوع بنتاج قوية جدا لشركة أدنك بشركتها التابعة التي تم طرحها في السوق المصري أعتقد أنها شفت النهاردة هدوء نسبي بالنسبة للأداء بعد أن شهد سعود بنسبة 53% في مابتاني جلسات التداول لهذا السهم أدنك للإمداد والخدمات أعتقد أنها هيكون فيه معاودة للسعود مرة أخرى وسعادة مستوى الثلاثة درهم خلال فترة مجبلة وده هيكون مدعوم باستمرار اتجاه الأفراد والمؤسسات المالية أيضا لفتح وزيادة مركزها المالية بعد نسبة تخصيص يعني ضعيفة جدا بعد تخطيط الاجتتاب بأكثر من 160 مرة خلال عملية الترحي سؤال حسامياني خلينا ننتقل لبورصة دبي تحليل حضرتك على مدار الأسبوع المنقاضي أو خمسة جلسات الماضية نشاهد أن سوق دبي أيضا في انتظار حدث كبير جدا أو محفز كبير جدا يقدر أو ينجح فيه دفع مؤشر سوق دبي لإستعادة مستوى الـ 4000 ولكن يعني الجيد فيه أداء سوق دبي أنه ينجح فيه استعادة مستويات مقاومة أهمة جدا بعد أن فقدها خلال بعض الجلسات التي حدث بيهبوت وخاصة مستوى 3600 تحديدا نجح أنه فيه نهاية التعملات النهاردة استعادته وأعتقد أننا نشوف فيه استقرار أعلى هذا المستوى خلال الفترة الموجولة ويكون مدعوم أيضا بسعود سوق أبو ظبي ولكن يعني ننتظر سوق دبي تحديدا ينتظر طرح قوي مثل ما يحدث فيه سوق أبو ظبي المالي فهينتظر طرح قوي جدا هيكون دافع ودعم قوي جدا لزيارة السيولة والتنفيذات في سوق دبي وهيكون داعم قوي جدا في دفع مؤشر دبي للاستعادة مستوى مقاومة هام جدا وهو مستوى 3800 والمستوى الـ 4000 نقطة تحديدا أعتقد إحنا في حالة ترقب وانتظار لبعض قرارات القائمين على سوق دبي المالي بطرح بعض الكهانات الكبرى أو الشركة من الشركات القوية الماليا بسوق دبي وهي اللي هتنجح في دفع المؤشر نحو السعادة المستوى المقاومة والرؤسية وجذب مزيدا من رؤوس الأموال المستثمرة سواء مؤسسات أو أفراد وده هكون داعم قوي جدا للأداء لجابي لسوق دبي المالي في ظل هذه الأوضاع ما نصحتك للمستثمرين في أسواق المالي الإماراتيين؟ يعني في ظل هذه الأوضاع نشاف أن الشركات أو الكائنات الكبرى والقوية المالية التي تطرح وتدرك في سوق الإمارات المالي سواء دبي أو أبوزابي أعتقد أن هناك فرصة قوية جدا للأداء في تحقيق معدلات أرباح قوية جدا بالاستثمار في الأسهم القوية المالية من خلال الفترة الحالية يعني أنصح المستثمرين بزيادة مراكزهم المالية في الأسهم التي تنجح في تحقيق معدلات نموهم مرتفعة ومعدلات أرباح مرتفعة وليها نتاج عمال جيدة جدا بالقوية المالية أعتقد أنه ستكون فرصة جيدة جدا لتحقيق معدلات أرباح على الأموال المستثمارة في ظل هذه الأسعار أعتقد أنه سنشوف خلال الفترة مجبلة أو في النصف الثاني أو آخر النصف الثاني من العام الجاري سنشوف فيه سعود وعائد على الاستثمار قوي جدا ومرتفع جدا أكبر بكثير من العائد الخدمي المخاطر وهو مهي معدلات الفايدة في ظل ارتفاعها خلال الفترة الماضية أعتقد أنه على رؤوس الأموال الاتجاه نحو الشركات التي تنجح في تحقيق معدلات نمو لأن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بصفة عامة هي أزمة نقص إمدادات وقلة معروض أعتقد أنه الاستثمار في هذه الشركات هيزيد أو هيساهم في زيادة إنتاجها وتوسعة أرشدة هذه الشركات وبالتالي هنشوف فيه إنتاج أكبر لهذه الشركات وهنشوف فيه ارتفاع فيه كميات المعروضة للسلع والخدمات الأساسية وهنشوف فيه انخفاض مرة أخرى معدلات التضخم وبالتالي نشوف فيه انخفاض في معدلات أسعار السلع والخدمات الأساسية وبالتالي إن شاء الله يخرج الاقتصاد العربي والعالمي إن شاء الله من عنق الزجاجة أو من الأزمة الحالية وإن شاء الله نشوف فيه انفراجة قريبة جدا للاقتصاد المصري والعربي إن شاء الله خلال فترة مقبلة رؤية حضرتك إيه لأسعار النفط الفترة المقبلة؟ أنا شايف أن في بعض التوقعات بتعافي الطلب العالمي على النفط وخاصة الطلب الصيني على النفط مع قرارات أوبك بيه تحفيض كميات الإنتاج من 100 ألف برميل أعتقد أن دي قرارات استراتيجية جداً لمنظمة أوبك هتعاود سعود أو استقرار أسعار النفط زي ما تبعنا كده في حركة سعود ولكن هو سعود طفيف ولكن تخطى مستوى 75 دولار لقام برينت وأعتقد ده هو سعر جاي جداً والاستقرار أعلى مستوى 75 إن شاء الله نشوف فيه استعادة مستوى 80 دولار لقام برينت مع ارتفاع توقعات عافي الطلب وخاصة الطلب الصيني على خام برينت إن شاء الله نشوف فيه استقرار الأسعار النفط خلال الفترة الحالية ثم معاودة استعادة مستوى 80 دولار مع استمرار استقرار الانتاج اليومي لمنظمة أوبك مع الاستقرار أيضاً للأزمة الجيوستاسية الرهينة والتي دفعت النظام الروسي نحو كثيراً من القيود وغياب حصاصها في بعض الأسواق وخاصة الأوروبية أعتقد مع انقفاض حدة الأزمة الجيوستاسية هنشوف فيه استعادة أيضاً لمستوى 80 دولار هيكون مدعوم باستقرار الأزمة والقفاض حدتها على الاقتصاد العالمي إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكر جداً حدائك أستاذ حسام شكراً جزيلاً بنشكر أستاذ حسام عيد محل الأسواق المال ترجمة نانسي قنقر